هذا التناقض نعم هذا التناقض أو هذه الازدواجية في روايتي إفرحي قلبي هي رواية حب في مصر وعشق مصر وعشق الكاهرة حيث أتحدث عن أم كلثوم وأذكر الراديو حين كان الأهل يجتمعون ليلة الخميس لسماء أم كلثوم خميس الأخير من كل شهر خميس الأخير من كل شهر وكانت إذاعة الكاهرة أتحدث عن إذاعة الكاهرة في الرواية كيف كانت الإذاعة الوحيدة في العالم العربي التي تصل لكل الأمة العربية وكان لها تأثير في حياة الناس هذه الجلسة ليلة الخميس لسماء أم كلثوم أصورها بدقة وعشق البطل غسان الموسيقي هو عواد يحب أم كلثوم علمه جده أن العود هو الطريق أي أنه الشرق والعروبة ونهل من عشق الفن والموسيقى المصرية ما تشبعت به عواطفه وعندما يهاجر ويترك لبنان إلى نيويورك يعني هربا من الحرب الأهلية وبعد أن قتل أخاه الأصغر أخاه الأكبر لأنه أصلي أخاه الأصغر أصولي وأخاه الأكبر ناصري ويساري إلى حد كبير وعلماني إنها رواية الصراع العائلي وصراع الهوية أيضا صراع الهوية بالضبط صراع الهوية والبطل يعاني في هويته لكنه لم يعني هويته المشرقية والعربية التي تعلمها من مصر ومن العود ومن حب أم كلتوم واخترت أم كلتوم لإسمها كوكب الشرق ولفنيتها ولهذه الفنانة هذه المطربة الكبيرة التي يعني لا يمكن أن يولد مثلها في أي بلد في العالم إنها رواية الهوية وحب الفن والحياة وحب الفن والحياة وفي كل رواياتي أنا أتنصر للحب والحياة يعني لا يمكن أن أكتب رواية دون أن أتنصر للحياة الحياة يعني الله وهبنا إياها لنحيا ونعيشها ونحقق فيها رغباتنا إنها الحياة يعني لو للحياة ما كانش بقى فيه وجود كان العدم ما كانش فيه وجود كان العدم فبتالي أنا أتنصر للحب والحياة شكراً لها